أتحدث إليكم في ظرف دقيق ولحظة وطنية فارقة فبعد ساعات ينتظرنا الاستحقاق العراقي الأهم بتنظيم واحدة من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ بلدنا الحديث انتخابات مفصلية مصيرية وتأسيسية وتستدعي منا جميعا وقفة جادة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار إن انتخابات الغد هي فرصة لبناء دولة قادرة ومقتدرة لتصحح المسارات الخاطئة وتواجه التحديات الكبيرة وتضرب الفساد وتحقق العدالة في منح الفرص للمواطنين وتعمل على مراجعة الدستور وتعزز استقلال البلد وسيادته عبر عقد سياسي واجتماعي جديد وهذا لن يتحقق إلا بتشكيل مجلس نواب يعبر عن الإرادة الحقيقية للعراقيين بلا قيممة أو وصاية أو تلاعب وقادر على تشكيل حكومة فاعلة تستجيب لهذه التحديات والاستحقاقات بلا تحاون أو مهادنة وفيما نقدر المنجز المتحقق بالتحول ببلدنا من الاستبداد إلى نظام دستوري لكن لا نتردد من الإقرار بوجود خلل بنيوي رافق منظومة الحكم بعد العام 2003 انتخابات الغد يجب أن تكون لحظة وطنية لاستعادة المبادرة العراقية وتحقيق الإصلاح المنشود من خلال الاحتكام إلى الشعب بوصفه مصدر شرعية الحكم وفي هذا السياق تم تبني القانون الجديد للانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة إلى جانب الدعم الدولي لمراقبة الانتخابات وكل ذلك لصيانة صوتكم وقراركم وتجاوز مكان من الخلل التي شابت العمليات الانتخابية السابقة وعرقلة المسار السلمي للإصلاح والتغيير